هذه هي الصفحة الوطنية المشرقة لغزة وكل صفحات غزة وفلسطين مشرقة لكن تبقى هناك صفحة إنسانية لغزة هو هذا الدمار وهذا الحصار وما رتبه على أهل غزة منذ سنوات من مآسن من جرحى من معوقين من فقدان لكل مقاومات الحياة حتى الدواء غزة اليوم أعلنها وأقول وبدون حرج لأن هذا واقع ولا ينقص من الصفحة الوطنية الصامدة لغزة غزة اليوم على الصعيد الإنساني باتت منطقة منكوبة إنسانيا هذا له استحقاق استحقاق إنساني عند العالم ووطني وقومي وديني عند العربي والمسلمين لذلك بطلوبنا الدول والشعوب إغاثة عاجلة مالا ودواء وفرق طبية يا إخوانا في مصر يا إخوانا في العرب جزاكم الله خير قررتوا إدخال المساعدات عبر غزة عبر مصر هذه خطوة جيدة عجلوا بإدخال المساعدات العلاجية الطبية والإغاثية والغذائية وأهل غزة يقولون لكم نريد مستشفيات ميدانية فرق طبية أدخلوا الفرق الطبية كل إنسان يموت لأنه لم يجد فرقا طبية أو أجهزة طبية تدخل غزة رغم القدرة على ذلك دمه في رقاب من قصر في ذلك فتح معبر رفح لإدخال المساعدات هذه خطوة جيدة نريد توسيع هذا الجهد والإسراع به يا شعبنا في كل مكان يا أمتنا العظيمة يا أحرار العالم رغم الخسارة المؤلمة والثمن الكبير من الشهداء ومن هذه الخسائر في الإنسان وفي كل شيء لكن أقول لكم غزة ستنتصر بإذن الله لأنها مظلومة وفرضت عليها المعركة وهي تقاتل بما أعدت له ولكن مطلوب من الجميع أن نتكاتف مع غزة حتى نحقق معها وقف العدوان ورفع الحصار ونحقق معها النصر إن شاء الله ومقاومات ذلك تضافر الجهود أما غزة فقد قامت بواجبها وتقوم وشعبنا إن دخلت صهاينة قطاع غزة سيقاتلهم من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت وفي كل شبر يبقى واجب الأمة العربية قبل ذلك واجب الضفة الغربية وأنا أشرت في الاستهلال أقول نعم الضرف قاس في الضفة بسبب الاحتلال ولكن المسؤولية أكبر مسؤولية تاريخية أن ننتصر لغزة اليوم بدأتم الانتفاضة الثالثة نريد ترسيخها على الأرض كأمر واقع هذا انتصار لغزة وانتصار للضفة ذاتها التي تعاني من الاستيطان والجدار والتهويد في القدس والحواجز بالمئات وتقطيع وصال الضفة يا ضفتنا الحبيبة يا من أبدعتم العمليات الاستشهادية وحملتم الانتفاضتين مع غزة أنتم جديرون بهذا الدور ونريد كل القوى في الضفة أن تتكاتف ونحيض خلافاتنا حماس وفتح جميع القوى نصطف في هذه المعركة الوطنية ويبقى دور الشعوب وأحرار العالم وقد بدأوا البداية موفقة لكن نريد أن نرفع الشعار استمرار هذا الفعل الشعبي الضاغط حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار وبهذا السياق أدعو ومن موقعي كل أبناء الحركة وكل أنصارها في العالم إلى استنفار جهودهم وتعبئة طاقاتهم لنصرة غزة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار بالنسبة للدول العربية على الصعيد الرسمي هناك جهود مشكورة لكن أتمنى أن تكون كل المواقف الرسمية العربية على المستوى المطلوب نحن اليوم شعار المرحلة تركيز الطاقة والاهتمام والأولوية لمواجهة العدوان ولذلك لا نريد أي انشغال في معارك جانبية لا على الصعيد الفلسطيني ولا على الصعيد العربي سامح الله الجميع أولويتنا أن ندحر الاحتلال أن نوقف هذا العدوان على غزة وأن يرفع الحصار عنها وأنا والله من غيرتي لا أحب للموقف العربي أن يكون ثانويا في التأثير الإقليمي والدولي والله غيرة لا تأبى علينا هذا بهذه المناسبة شكرا لانعقاد القمة العربية البرلمانية بالأمس وشكرا على انعقاد القمة العربية الشعبية كل يوم في الشارع عقبال وبانتظار القمة العربية الرسمية الله يهدي العرب يوفقهم يا رب لنعز العرب عز لنا وعزنا عز للعرب وللمسلمين جميعا لنعز العربية الرسمية للموقف العربية الرسمية شكرا